تتوالى تداعيات الحرب في أوكرانيا مع دخول العمليات العسكرية هناك شهرها الخامس ليتصعب معها مسلسل الاتهامات المتبادلة بين موسكو من جهة وكيف والغرب من جهة ثانية بخصوص المتسبب الفعلي وراء ما يعيش العالم على وقعه من أزمات خاصة أزمة الغذاء تباعا يشرح الرئيس الروسي لنظرائه من القادة ممن يتواصل معهم حيث يت الموقف الروسي ومبرراته عسكريا وسياسيا كما يشدد على أن روسيا كانت ولا تزال منتجا وموردا موثوقا به للحبوب والأسمدة والطاقة تسعى روسيا دائما للتأكيد على استعدادها للإفراج عن الحبوب المحتجزة في أوكرانيا وهناك مبادرات وساطة مثل المبادرة التركية لضمان سلامة خروج السفن المشحونة بالقامحة بالإضافة إلى ذلك روسيا تسعى لتثبيت هذه التصريحات بأفعال ومنها مثلا إعلان غزارة الدفاع الروسية عن الانسحاب من جزيرة زميني أو جزيرة الأفع وانطلاقا من أن ما تنتجه أوكرانيا من الحبوب أي عشرون مليون طن يمثل نقطة في بحر الإنتاج العالمي منها والمقدر بنحو ثمانمائة مليون طن بحسب كثيرين في موسكو يقلل خبراء من أثر صادرات الحبوب الأوكرانية على الوضع المستجد ليضعوا الاتهامات الموجهة لروسيا في خانة الحرب الإعلامية ألا يورد الغرب الأسلحة إلى أوكرانيا؟ وألا يقوم بذلك بكل سلاسة وبساطة؟ فلماذا إذن لا يتمكن من إخراج الحبوب والقمح؟ إنما يجري جزء من حرب أيديولوجية إعلامية موجهة ضد روسيا على طريق شيطنتها على نحو مشابه لمحاولات شيطنة الصين في غضون ذلك تتجه الأنظار إلى ما ستأول إليه محاولات الأطراف المعنية بما فيها الدولية من إمكانية التوصل إلى اتفاق موسكو تنفي ضلوعها بأي أزمة غذاء رغم مواصلتها لعمليتها في أوكرانيا لتتهم أولا كيف بالمسؤولية عن الأزمة بعدم إزالة ألغام البحر ثم الغرب ثانيا لارتكابه الأخطاء وفق وصفها وفرضه العقوبات عليها أريش محمد سكاي نيوز عربية موسكو